السلام عليكم ازايكم من بارح عملت فيديو اسمه اختيالات والحية الفيديو ده كنت بتكلم فيه على حدثة اسكندرية انه طلع امين شرطة وقتل اتنين صهاينة او اسرائيليين واصاب ثالث مش بس كده قتل واحد مصري كمان والحية انا عدت انتقد الحدثة دي بشكل جديد بس النص التاني من الحل انا كشفت لحضرتك مقالة نازلة في واشنطن بوست المقالة دي كان الكاتب بيقول هل بموجب حرب اسرائيل يقوم العرب بقطع النفط زي ما عامله في 1973 والحية ان الكاتب هنا كان واضح جدا بيقولك علاقة مصر وسوريا في 1973 بالدول العربية تختلف عن علاقة حماس العلان بالدول العربية حماس مالهاش علاقات كويسة قوي بالدول العربية ده حاجة تاني حاجة الحرب اللي بتخدها حماس مش هتؤدي لاستعادة جميع الاراضي المفقودة في فلسطينيين زي ما كانت حرب 1973 ان المصريين كانوا عاوزين يستعيدوا الاراضي بتاعتهم بس انما فلسطينيين دلوقتي بموجب قدراتهم مش هيرفوا يستعيدوا كل الاراضي بتاعتهم وهتكون حرب او محركهم ده موية بس مش هتؤدي لاستعاد الاراضي حاجة التانية قالك ان مثلا السعودية والامارات حاليا بيعتمدوا عن النفط بشكل جيد جدا وكل همهم ان اسعار النفط ارتفع مش ان هم يقطعوا النفط حاجة الرابعة قالك كد بالك ان اصلا في 1973 كان العالم استنفذ المخزون الاحتياطي بتاعه او مخزون الستراتيجي بتاعه من النفط وكان الطلب عالي جدا عنه كلها امور تؤدي ان العالم ممكن يستبعدوا فكرة ان هم يقطعوا النفط عن العالم بس خد بالك ان الكاتب في نفس المكان قال موضوع خطير جدا قالك كل اللي انا قلته لها بداية حط في كافة ولو اسرائيل اشارت وجهة الاتهام لايران انها خلف العملية دي رسميا المنطقة هتولع واسعار النفط هتولع بشكل كبير لان هنا انت بتتكلم ان اسرائيل لازم ترد علي ايران وفي نفس الوقت امريكا هتخش في الصراع وبدل ما تكون معركة داخل فلسطين هتبقى حرب اقليمية وهنا احنا بنتكلم على سعر برميل النفط هيولع انا عندي لك قبر مهم جد تاني ان اسرائيل نهاردة والاعلام الاسرائيلي بيوجه اصابع الاتهام لايران رسميا واحنا هنا بنتكلم على موضوع خطيش احنا هنا بنتكلم على المقزرة هستعرف ليه؟ هقول لك اشان اقول لك لازم احكي لك القصة من الاول اكبروا سفينة حربية في العالم في طريقها لدعم اسرائيل حاملة الطائرات البحرية الامريكية يو اساس جيرالد فورد وعلى متنها خمسة الاف جندية اشارة قوية لحليف واشنطن التاريخية قبل اكشف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خليني اقول لك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو الحقيقة الراعي اللي معنا النهاردة راعي مختلف عن اي راعي تاني ليه؟ لان دي خدمة خدمة بيقدمها الراعي اللي معنا النهاردة وهي شركة اي جي تريد ودي موجودة من 2014 يعني من 10 سنين خبرة في السوق وفي استراد السيارات ويسمي له سمعة طيبة جدا وسبقة اعمال كبيرة للغاية بقول لك من 2014 موجود اي جي تريد بتقدر تجيبلك العربية اللي تناسبك من اي حتة في اوروبا خاصة من المانيا تحديدا وممكن تختار كمان العربية من السيارات المتاحة عندهم بقى ان سعر وعمولة ومن غير اوبر برايس على فكرة ومش بس كده تقدر كمان معاهم ان انت تشكل العربية بالاشكال ومواصفات اللي انت تحتاجها بس وبقى توفر امكانات اللي ملهاش ضرورة اوي يعني وكمان بيدمنوا لك حالة العربية لحد ما يجيبها لك وتستلمها اما لو انت شاكك او عندك شك في موضوع الشركة فعاوز اقولك بالنسبة لضمانات الشركة بيدوك شيك بفلوسك وتقدر تصرفه في حالة ان العربية اتاخرت عليك او حصل اي حاجة غير متفق عليها وكل ده طبعا من غير الشرط الجزائي شركة مضمونة للغاية وناس بتقعها محترمين جدا وثقة باختصار كده ايجي تريد مكان بيحافظ على عملاء بتوعه والشركة دي ليهم باع كبير في سوق مصرعي نخش في الموضوع لطول نخش في الموضوع لطول الجديد اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة حضرتك واول مرة حتسمعه فيما يخص عملية طوفان الاقصى الحية في كم حاجة كده وكم نقطة يجب الوقوف امامه اولا كل الناس عاوز تعرف عدد قتلى الاسرائيليين قد ايه لو جيت تبص على الاعلام الاسرائيل دلوقتي ما بيتكلمش على عدد المصابين يعني الاعلام الاسرائيل سواء جليد هارتس او طايمة في اسرائيل بيتجنبوا ذكر عدد المصابين بيركزوا على عدد القتلى طب عدد القتلى الاخير اللي طلع من اسرائيل قد ايه وانا بسجل دلوقتي عدد القتلى الصحاينة يفوق الالف ومئة قتيل وانا بتكلم حضرتك من الاعلام السهيوني مش من الاعلام بتاعي وعندي ليك خبر اكبر ان كل اللي بقوله حضرتك دي من ارقام لازم تعرف انها مش ارقام نهائية لان الاسرائيليين لحد دلوقتي مش عارفين يجمعوا عدد القتلى ممكن عدد القتلى ممكن يصل الالفين كمان اخبالك ادي ايه من الموضوع ممكن يصل الالفين وتخطى الالفين بس دلوقتي لو كانت بقالك من تصعد الارقام بتاعت القتلى في اسرائيل هتلاقيك تتصعد بشكل اه يعني مضطرد يعني شكل كبير جدا يعني قالك الاول مية اه مية وخمسين ميتين ميتين وخمسين تلتمية دلوقتي هنتكلم في الف ومية ما تستبعدش نصل لالف وخمسمية او الفين رقم مش بعيد وكل شوية اسرائيل بتحاول تجمع عدد القتلى بتاعها عدد المصابين ادي انا متحيالي ممكن اعدي تلات تلاف كمان مصاب الموضوع خطيل جدا في اسرائيل طيب توقف هنا قدام كم نقطة مهم جدا لازم تعرف ان بولندا النهاردة بعت الطيارة لاجلاء البولنديين من اسرائيل الاسرائيليون الدفاع ضد الهجمات جوا من البحر وكانت هناك تواغلات بالمركبات في جزء من الغزة على بعد اربعين كيلو مترا من المطار في المطار كان بعض الذين ينتظرون طائراتهم خائفين فاستلقوا على المدرج الوضع لم يكن سهلا تاني حاجة لازم تعرف ان فرنسا النهاردة وصفارة فرنسية بتقول ان في مفقودين فرنسيين في عملية توفان الاقصى اللي قام بها فلسطينيين حاجة تانية لازم تعرف ان اسرائيل قفلت لاجلاء بتاعتها او ان رحلات الطيران دلوقتي ما بقيتش موجودة في سماء اسرائيل خالص اه تقريبا كده معظم ان ما كانتش كل الشركات الامريكية لغت رحلاتها الاسرائيل انا بقوله حراك الشركات الامريكية لان ده المصدر اللي اطلعت عليه في الصحر الامريكي الشركات الامريكية كلها لغت رحلاتها الاسرائيل توقع برضو ان كل الشركات الاخرى تكون لغت رحلتها الاسرائيل ما يدين باستهداف كتائب القسام مطار بنجوريون في تلبيب بعشرات الصواريخ الثقيلة ويأتي هذا فيما قتل سبعمائة اسرائيليا على الاقل ووصيب الفان ومئتان خلال يومين من عملية توفان الاقصى التي اطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي وعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو تعيين العميد جال هيرش مسؤولا عن ملف المغتطفين والمفقودين مش بس كده بتتكلم ان البورسة الاسرائيلية بتنزل اكتر واكتر كل ما بتفتح وانا ما عافشهم بيفتحوا ليه اصلا بس كل ما ايجوا يفتحوا البورسة اللي هو اتهابتت اكتر من الاول معنى كده اقتصاد اسرائيل بينزف مع نزيف اسرائيل من القتلة تل ابيب التي يسجل اكبر خسارة يومية منذ اكثر من عقدين ويفقد اكثر من 6 بالمئة في الرسمة البياني يعني التراجعات التي وصلت اليوم في بورسة تل ابيب الى 7 بالمئة وهي اكبر خسارة يومية لم يشهدها المؤشر منذ بداية الالفين او منذ اكثر من عقدين وطبعا هذه الخسائر والمخاطر الجيوسياسية تؤثر على الاسواق واللون الاحمر يصود الاسواق العربية بعد المخاطر الجيوسياسية التي بدأت ترتفع يعني مش بس بيتقتل ان عندهم ناس لا بيخسروا اقتصاديا كمان وده موضوع خطير جدا طيب سؤال هام للغاية هو اللي حصل ده فشل استخباراتي اسرائيل ولا لا هي الموضوع النهاردة كاتبه ديفيد اجناسيس وبيقول لك على فكرة اسرائيل طبعا انا كنت قلت الموضوع ده قبل كده اسرائيل بتتفاخر وتتباهى بقدرتها على تنبؤ بالهجوم صح بس اللي حصل ده وان اسرائيل بتنفك مليارات على اجهزة الاستخبارات بتاعتها ده مش فشل اسرائيل ده فشل المخبرات الامريكية ده فشل المخبرات الامريكية هل تتوقع ان امريكا لو كانت عرفت معلومة عن تحرك جيش فلسطيني على حدود قطاع غزة ما كانتش هتخطر اسرائيل كانت هتخطر اولا الاسرائيليون يصدقون كافة الاشعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يصدقون ان قادة كبار في الجيش الاسرائيلي هم اسرى في قطاع غزة الان يصدقون ان هناك ضباطا في الاستخبارات الاسرائيلية فدموا معلومات ذهبية لحركة حماس سهلت تنفيذ هذه العملية العسكرية يتهمون الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي بالتواطئ مع عدوها دلوقتي انت بتتكلم عن اللي حصل ده غفر الجهاز الموساد الاسرائيلي وغفر السياي ايه الامريكاية بكل اجهزة باستخبارات الامريكاية والاسرائيلية عندهم فشل زريعة فده مش فشل استخباراتي اسرائيلي فقط ده امريكاني كمان ويجب ان انت تبقى عارف كده كويس ومش امريكاني فقط بس وغربي كمان لا تتوقع ان اي مخابرات غربية هتشم معلومة واحدة عن ان الفلسطينيين حيتحركوا تجاه اسرائيل ومش حيروح يقولوا الاسرائيل فاللي حصل ده اوعى بس تفتكر ان هو فشل استخباراتي اسرائيلي ده اكبر من جده بكتير ده حاجة حاجة تانية والحاجة اللي انت لازم تعرفها بشكل جيد جدا ان اكتر حاجة مهينة بالنسبة لاسرائيل والجيش الاسرائيلي ان العمليات دي كانت مصورة يعني الموضوع مش بس ان الفضيحة طلعة من كبر العملية من عدد المقاومين الفلسطينيين لأ العملية دي فضحتها انها مصورة وان الجنود الاسرائيليين بيتصوروا هم بيتقتنوا وان الجسس بتاعتهم بيتدس عليها وان الكلام ده كله فضيحة تانية حاجة اكتر حاجة مهينة بالنسبة لجيش الاسرائيلي ان في جنود لابسين عددهم بالكامل ومعاهم تسليحهم بالكامل ومقتلين فده برضو يشير ان الجنود الصهايناء اتقتلوا في عمليات تبادل اطلاق النار وبرضو الحاجة اللي بعد كده انت بتتكلم ان تم القتل قادة كتاب وقادة اتصلاة في الجيش الاسرائيلي ده مهانة ما بعدها مهانة بس هي جريد The Telegraph وقفت عند خبر مهم جدا خبر بتاع مين؟ خبر بتاع القائد اللي نزلوه بالبوكسر على فكرة يا كنتم هتم جدا نعرف الراجل ده الصورة بتاعته قلبا ميديا غربية ليه جريد The Telegraph ومعها جريدة اسمها Newsweek انفرضوا بخبر مين الراجل اللي نزل بالبوكسر ده ومين القائد ده؟ الخبر لما تيجي تقراف The Telegraph تتهز انتعارفين القائد ده؟ ده باشا نمرود ألوني بص هتذكرك بحاجة مهمة جدا فاكر حضرتك الحادثة او العملية اللي قام بها الجندي المصري الاسمه محمد صلاح اخترق السياج الحدودي وقتل تلاتة جنود اسرائيليين في ساعتها اسرائيل وصفت الموضوع ده بالفشل العسكري ازاي عسكري واحد يخش يقتل تلاتة عساك الاسرائيليين والكلام ده كله يشتبك مع مجموعة ويسيب برضو عساك الاسرائيليين تانين والحقيقة ان هم عزلوا قادة كبار داخل الفرقة اللي مسئولة عن تأمين حدود المصرية وصحراء النجف وفتح متأحيات كبيرة جدا مع القادة العسكريين والحقيقة ان هم قالوا ان النمرود ده لما يجي حيقدر الدنيا ده حاجة فالنمرود ده مش قائد عادي تاني حاجة لازم تعرف النمرود ده مسئول عن تنفيذ العمليات بتاعت القوات الخاصة في قطاع غزة ده اللي بتقول التاجرى ده مسئول عن تنظيم العمليات الخاصة داخل قطاع غزة اي عملية عسكرية سواء بقى عملية عسكرية بتاعت جنود الحاقت او خراسة الحاقت اللي نفزها الجيش الاسرائيلي الراجل ده كان بيقدر عمليات الخاصة داخل العملية دي فلما تقبض على الراجل ده انت شليت قدرة القوات الخاصة في التخطيط والتنفيذ الاسرائيلية فالراجل ده كنز بالنسبة للمقامة الفلسطينية الراجل ده كنز بالنسبة لحماس الراجل ده كنز وممكن يروح ايران ممكن يتم تهريبه لايران وهنا انت بتتكلم على مشكلة كبيرة جدا جدا اوعى تفتكر ان القائد ده صورة لقائد بالبوكسر والروع ان نضحك عليه ده موضوع اخطر بكتير جدا الراجل ده كنز سمين لان هو قائد ولو اتحرب لايران حيتنفك ده ايران حيبص ده حيعلقوه هياخده منه معلومة معلومة عن استعادات الكوات الخاصة الاسرائيلية تجهيزاتها لا لا يعني الموضوع خطير جدا فجريد تليجرافت تقولك ما توقفش قدام صورة كوميديية انت قدام صورة كارثية بالنسبة لجيش الاسرائيل ده حاجة حاجة تانية واللي لازم تعرفوا ان دلوقتي حصل انترفيو مبارح من قائد في الجيش الامريكي واكتر من مسؤول امريكي مع قنوات اعلامية امريكية كانت ابرازها السيانان بيسألوهم بيقولولهم انتو اي رأيكو ان ممكن تكون ايران خلف عملية توفان الاقصى ده وان ايران ديها اصابع في العملية دي قالوا لأ ما فيش اي حجم دي والحد دلوقتي ما رصدناش اي عملية او اي صلة لايران رسمية او مسؤولين الايرانيين بالعملية دي خالص ايران ما لهاش دعوة للغاية ماشي كده؟ عايز اقولك الانترفيو ده لما طلع بعديها بساعات طلعت صحيفة اسمها وول ستريت جونال ودي صحيفة قوية جدا وصحيفة استخباراتية كمان انا شايف ان اكسيس وول ستريت جونال من اقوى الصحف الاستخباراتية قالوا ايه بقى؟ وول ستريت جونال تقولك على فكرة الهجوم ده تم التخطيط لي من اغسطس ويفهم بس يعني ايه تم التخطيط لي مش معنى كده ان تم الاعداد لي من اغسطس يعني هما كانوا بيحطوا الخطوط الرفيعة فقط ويحطوا حيمشوا ازاي والاتجهات ازاي بس بيتم الاعداد الهجوم ده من سنوات ماشي؟ التخطيط بتاعه كان في اغسطس فين؟ في بيروت قام مسئولين من الحرس السوي الايراني بالاجتماع مع مسئولين من حماس وحزب الله ومليشيات شيعية عراقية وسورية وعقدوا اجتماع كبير جدا الاجتماع ده خططوا فيه في اغسطس حيعملوا ايه؟ وجم قبل الهجوم يوم الاثنين الماضي وخدوا قرار بدء ميعاد التحرك فالدوق الاخضر طلع من ايران التخطيط طلع من ايران بقوله حراك قوس الجنل بتقولك مسئولين رسميين في الحرس السوي الايراني كانوا بيخططوا للعملية دي تاني لازم تعرف ان حماس قدرتها على التخطيط قدرة حركة يعني دي اسمها منظمة حماس اسمهاش جيش حماس دلوقتي في العملية دي احنا نتكلم على تخطيط وعملات لوجستية واستعدادات وتدريب مش بتاعة منظمة ده بتاع جيش بتاع دولة فاللي وراء الموضوع ده الحراس السوي الايراني الاسلحة ان الحراس السوي الايراني طب انا هقول لك حاجة تعرف ان نهاردة فاكس نيوز وفقا لمسئولين الاسرائيليين بيقولوا الاسلحة اللي تركها الجيش الامليكي ودول النيتو في افغانستان واللي تركتها ادارة جو بايدن في افغانستان هي اللي بيستخدمها فلسطينيين دلوقتي لقتلنا مثلا بص الموضوع تشعب بس تاني مقالة والسريت جونال دي محدش تلع نفاها لحد ما انا بتكلم خالص مقالة والسريت جونال دي بتقول لك احنا قدام فضيحة ايران خططت العملية بمقالة رسمية على فكرة لو انت فاكر صحيفة والسريت جونال دي اي كلام عاوز اقول لك ان هم الصحفي بتاعهم اتبط عليه في روسيا الروس جابوه قالك ده بيتجاسس علينا فالصحيفة دي ما تمش نفيها من وزارة الخارجية الصهيونية بس لازم تعرف ان الاعلام الاسرائيلي والصهيوني هيمسك المقالة دي وممكن يعلقها في وش اي امريكي في وش اي امريكي دي حاجة هامة جدا هل الموضوع ايه في كده لسه الموضوع هيخلاوي حقيقة لما نزلت المقالة دي انت بتتكلم ان امريكا والرئيس امريكي حرك حاملة الطيرات اللي اسمها جيرالد فورد على فكرة جيرالد فورد دخلت الخدمة 2013 ومن احدة سكت على العسكرية في الترسانة البحرية الامريكية والحاملة الطيرات دي امريكا كانت حطاها في البحر المتوسط من يونيوم ماضي كانت محطوطة في البحر المتوسط بس محطوطة عشان تواجه روسيا امريكا حركتها مبارح بقوتها النيرانية كلها معها مدمرات وراجمات سواريخ حركتها بكل القطع العسكرية التانية وودتها لاسرائيل في نوع من انواع استعراض القوة ان الامريكان هيدخلوا الحرب دي او امريكا بالفعل دخلت الحرب دي يؤكد دعم الولايات المتحدة المستمر لقوات الدفاع الاسرائيلية والشعب الاسرائيلي انا وفريقي سنضمن حصولهم على ما يحتاجون اليه لحماية مواطنهم والدفاع عن انفسهم ضد هذه الهجمات الارهابية البشعة حماس طلعت قالت ان امريكا بترتكب خطأ وان احنا مش قايفين وحيكون في رد فاعله وكلام ده كله بس تاني امريكا بتخش الحرب رسميا مش عشان تكبر الحرب عشان تنهي الحرب يعني عشان تنهي الحرب امريكا مش من مصلحتها ان الحرب دي تستمر امريكا بتخش بشكل عنيف جدا عشان الحرب مطلش سواء بقى عاوز اتوجه رسالة لكل الدول التانية اللي عاوز تدخل في معركة اسرائيل دي ان لا دي القوات الامريكية الموجودة وانت لو شنت هجوم هتحارب امريكا مش اسرائيل فالدول دي تتراجع حزب الله مثلا لو عاوز يتحرك هيدرك ان امريكا هي الموجودة وجيش الامريكي الموجود مش الجيش الاسرائيلي فهيتراجع فالحرب تتقفل على حرب داخلية في فلسطين تاني حاجة امريكا حركت عشرات الطيارات بالضبط 22 طيارة اف 35 و اف 15 اس من احدث قطعة الطيران الموجود في ترسنتها حركتهم بالشركة الاسراء امريكا عايز تنهل موضوع امريكا مش عايز تطوله ليه تعرف اسعار النفط النهاردة مسجلة كم؟ قرب ال88 دولار للبرميل هتجي تقول لي ايه المشكلة هقول اخراج المشكلة ان فقط نزلت مقالة في صحيفة وصري جونير بتقول ان ايران السبب تخيل لو اسرائيل طلعت رسميا وقالت ايران السبب شوف اسعار البرميل للنفط هتوصل لك تخيل انا اتوقع تكسر 110 تكسر لان انت بتتكلم على دولة في الخليج العربي وايران هترد بغلق الخليج العربي تاني حاجة اسرائيل لو تحركت في عملية دفاعية او انتقامية من ايران المنطقة هتولع هتولع ايران مش هتسبب وعا فكرة ايران النهاردة التصريحات اللي طلع من الحرش الساوي الايراني قالك لو اتعرضنا لهجوم هنرد من سوريا و هنرد من لبنان و هنرد من حماس و هنرد من اليمن و هنرد من العلاق كمان يعني بص الدنيا ايه بيهددوا تاني حاجة قاله ان هم هتركوا كوات برية من سوريا تخش اسرائيل لو ايران تعرضت لأي حجوم من قبل الساويه موضوع خطير و موضوع مش سهل اللي انا عاوز اقوله اذا اتضرق امريكية دلوقتي بتعمل استعارات كوة ضخمة جدا ان امريكا تسيب اوكرانيا وتنسى اوكرانيا طبعا البرينس الاوكراني ده قاعد على اخر دلوقتي كل المساعدات راحة من اوكرانيا و راحة اسرائيل انسى اوكرانيا مش موجود على خريطة تاني حاجة الامريكان متضايقين جدا من تعليق الصين على موضوع اسرائيل و انها مخدتش موقف حازم تجاه العملية اللي قام بيها فلسطينيين فتحس كده الامريكان يعني ما شافوش روسيا ما شافوش بوتين شافوا الصين النهاردة تشومر ده اللي هو نائب في الكونغرس الامريكي بيبدي غضبه من تعليق الصين على العملية الفلسطينية والحرب اللي قام بيها حاسة زعنين جدا بالاخر يا رب بكونش راحة الحراكة ما ضعب شكل مبسط على فكرة في فيديوهات النهاردة كتير مهمة لازم تعرفها والحقيقة الفيديوهات دي اخبارها كتير عشان تبقى قاري مشهد وشايف اللي جايلك من بره ايه هو هتفتكر ان الاحلام الامريكي اه هيوجه اصابع الاتهام لايران بشكل مباشر بالعكس الامريكان هيحاولوا يلموا الليلة مش حاوزين دلوقتي عصار النفط الامريكان دخلينا على انتخابات جو بايدن وهو بيتحرق بمساعدة اسرائيل بجمتها القوة دي لازم تعرف انها عمليات انتخابية جيش اسرائيل على فكرة مش هاية جيش اسرائيل رقم 18 على العالم وعنده 500000 مقاتل ومفروض ان هو جيش قوي المفروض يعني برغم كده خد علاق فان بس امريكا بتتحرك لدعم اسرائيل وفقا للانتخابات الامريكية وفقا لان الرئيس الامريكي مش عاوز زيب بقى ضعيف قصاد الحزب بتاعه ولا قصاد منافسي من الحزب الجمهوري اللي النهاردة الحزب الجمهوري بقى اعضاؤه قالوا تدعم اسرائيل سواء فيه رئيس لمجلس نواب او مفيش تدعم اسرائيل دلوقتي واحنا معاك اللي انت عاوزه هنوفقلك عليه في العاكر يا رب انصر اخواتنا الفلسطين وارب يعني كون معاهم كده في المحن اللي هم فيها لان اسرائيل على فكرة بتقصف قطاع غزة على المشاع يعني بص بيقصفه كمية قصف وغير طبيعي انتقام 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 بمناسبة الخط الاحمر في موضوع فلسطين ده اللي اكتياح بري لو اسرائيل عملت اكتياح بري ممكن ايران ترد خاصة ان ابراهيم رئيسي رئيس الايراني كلم اسماعيل هنية اللي هو قائد حماس وكلم في التليفون جهاد النخالة وواضح كده ان ابراهيم رئيسي بيدعم حماس على علنه بيكلمهم وعا فكرة الخبر ده مش طالع من عند الفلسطينيين فقط ده طالع الايراني وايران اعلنت رسميا ان ابراهيم رئيسي كلمه منازمة حماس او حركة حماس اخيرا واللعيس اخيرا انا اخيرا انا مبارع كنت بقول منزمة حماس إرهابية انا مش قصدي اقول كده انا بقول لحركة الامريكان شايفينها إرهابية الاسرائيليين شايفينها إرهابية بس هي اللي بتعمله ده تخطى موضوع الإرهاب اللي بتعمله ده قطولة انها بتحاول تدفع عن ارضها الفلسطين ابطال يدفع عن ارضها كون إن أمريكا بتصفها بإرهابية يعني مش عارفة تتكلم معها يعني بتخلي مثلا مصر تتكلم معها لإن أمريكا بتتفاوتش مع إرهابيين فبيقولك إيه مصر تتوسط ده اللي أنا كان قصد يقول أخيراً يا رب أكون شرحت الحلقة الموضوع بشكل مبسط ويا رب بنصر مصر رب بنصر العرب نحيا مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا محروصة بسيف شاطر وصف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين